السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعظم تابعين في كناه تربح من انترنت. انا وسهلا بكم. لو دي اول مرة ارجاء اضغط على زر اشتراك اتفعل الجرس ليس لكم كل جديد. النهاردة معنا مجموعة جميل جدا من الودروبات وهنبتدي باول حاجة مش الودروب هو بونس من برنامج اه بي فوت البرنامج ده بينزل على الموبايل فكرته وبتيجي انت بعد ما بتسجل بتسجل عن طريق الجيميل اللي موجود عندك على الموبايل لازم جيميل. تمام? بس انا اشرح وكده كفكرة عامة من على الموقع. الفكرة واحدة بس عشان تاخد البونس لازم تستعمل الموبايل في اللي احنا هنا انا هتكلم عليه دلوقتي. ما ابدأ يعني بكرة البرنامج ان انت بتقع باره عم تقرأ مقالات. المقالات في اي حاجة في الكورة في الازياء في الموضع اي ان كان. تمام? وبتعمل لها ايه? تيجي مسلا مقالة زي دي. بتعمل كومنت عليها. ده بيدي رصيد عليك. هتيجي تعمل لها مسلا على الفيس او على تويتر. ولو حد ضغط على الصفحة اللي انت عاملها على الشير او فيس تاخد رصيد بجانب الرصيد اللي تاخده من الاب فوتو كومنت انت بتعمله على الموقع. بجانب رصيد لو انت روقت لرابط لحلقة بتاعك. كل ده رصيد بيجي لك لعملة اسمها وبتحول معاك لرصيد. هتلاقييني سايب لك اللينك ده. اللينك ده مش يفتح معاك غير على الموبايل. هنا كمصفح كمبيوتر مش يفتح معك. وانت اول ما تدوس عليها على الموبايل. هتدوس هناك المتلوب هتحمل البرنامج. وهستأزينك. هابس سايب لك كود اه كود الاحالة هتسجل عن طريقي. تمام? بعد ما هتحمل البرنامج البرنامج هيفتح معك يعني نفس الشكل ده والشبيه بالشكل ده. اه انت بعد ما تجمع رصيد رصيد بي بظاهر معك في الموبايل فوق في كده بي بظاهر معك يعني بواضحة وصادقة. لما بتعمل رصيد بس حاول تخدش كل اليوم وتجمع الرصيد ده على ما تقدر. حابب تسحب على كده ممكن تسحب عن طريق الموقع وممكن تسحب عن طريق الموبايل. هتيجي هنا على كلمة تايروس عن طريق الموقع. اي ده مثلا ده رصيد بتاعي. انا عاوز اعمل ابعت الراسيد ده على منصة. اا اول منصة معنا منصة بايناتز دوت ارج. تمامي? منصة دوت ارج مش دوت كومب. اوكي? هابعت الرصيد هنا. وضع كده اقدر تداول عليه حاوله ببوت كوين اه حاولي اللي هنعاوزه هنطري كلمة. نرجع تاني. هاجه جايسي هنع كلمة احدد له المحفظة بتاعتي. ما ينص عاملة زي ما يسرن ولد هي محفظة واحدة. هقول ده كده كوبي. نرجع هحط له هنا الرصيد بتاعي. المحفظة ناسف. الرصيد هقول له رصيد كله. تمام? بس انا عشان لسه عامل عملية السحبة من شوية فهو العملة نفسها تسحبت خلص. بس قدامها مسلا بتاخد يوم على ما بتوصل. فده دي الفكرة نفسها. هدوس هنا وازدره. هنا عملية السحبة نفسها خلاص هي تمت. سحبت منه كزا مرة زي ما انتم شايفين. اوكي. نرجع هنا تاني. المفروض عشر داياي والربع ساعة على الرصيد ده نوصل. هدوس على كمية وقدر ايه? هتدوى على الرصيد بتاعي. آآ برنامج مهم وتقدر تكسب منه زي ما انت عاوز وفاكرته بس ده او انت تقش عشر داية كل يوم اعمل كم كومنت على كم شير. وبازن الله فيها مكسب كويس. تقش بقى كده على نرجع بس ايه? المنصة بتاعتنا اللي هنسحول نسبة عليها لها منصة اوضح نقطة كده انا مبارح اقولت لكم ان الرصيد بيظهر معانا رصيد الاحالات هنا اهو. تمام? رصيد الاحالات لو كما تأكيده من المنصة بمعنى يعني انا مسلا في حوالي خمس احالات المنصة راجعتهم ولقيت ان الاحالات دي فعالة او الاحالات دي اه فعالات وصائق فالرصيد تنقل من هنا بقى هنا. تمام? وفيه النهاردة سبع احالات تانية يسجلوا عاملين معي واحد وعشرين قطعة اه واحد وعشرين الف لا انا اسف اه متين وعشرة الف. المفروض انه هم بعد ما يتميوا مراجعتهم الرصيد بتاعهم هيتنقل من هنا لهنا. فشكر الناس اللي سجلت. اتمنى الناس اللي ما سجلتش واول تفعيل وصائق عقبة معهم. يحاولوا باية بشدة الطرق ان هم يفعلوا عن طريق عن طريق ان هم مسلا يستعملوا اي حد قريب لهم ان هم يعملوا حساب باسم وما فيش اي مشكلة. نخش بعد كده على اول معانا جديد. هو مش جديد بس هنهوع الناس الجديدة ههضح لهم نقاط وبالنسبة لناس برضو اللي سجلت في في حاجة لازم يعملوها عشان يقدر يسحب العملة دلوقتي. اللي هي عملة سنتس. دقييا عملة سنتس دي عملة من عائلة تمام? آآ لها المحفاظة حتى بتاعتها اللي بنبعت عليها العملة محفاظة ستيلا. انت لما تيجي تسجل معك اختارين لما تسجل عن طريق الجيميل لما تسجل عن طريق الفيس. بس المهم بعد ما حتى لو سجلت عن طريق الفيس لازم تخش على البروفايل وتيجي تعمل تلنك الجيميل بتاعك برضو بالموقع. لازم الاتنين يكونوا مروبطين بالموقع عشان يتأكد منك ان انت ايه آآ شخص مسلا ايه بنسبة لفيس هيرجع حسابك هيعرف ان انت مشترك من زمان في الفيس وان لحسابك الشخص الرئيسي مش حساب فيك وهكذا. ونفس الفكرة مع الجيميل برضو بالزبط. تمام? اه انت خلاص سجلت مجرد تسجيلك بنزل لك هنا مية دولار من عملة سنتس. اسم العملة اسمها سنتس. اوكي? بتيجي تسجل التسجيل بمحفظة. اه محفظة عاملة زي محفظة اسمها والد بالزبط. تيجي تسجل فيها. بيطلب منك يوزر بتدخله له في الاول وبيطلب منك الباسورد بتدخله. بعد كده بيديك حاجة اسمها وحاجة اسمها بتحتفز بهم عشان تفتح بهم بالمنصة بعد كده هون. بتحتفز بالكلام ده كله. بتحطه في ملف مع الباسورد مع كي ستور مع وكذا. المهم خلاص ده شكل المحفظة بعد انت ما سجلت فيها دخول. بتيجي من هنا. ده المحفظة الرئيسية اللي تدها للناس او تدها للمنصات. ودي اللي بتسجل فيها في سنتس. اوكي? وفي نفس الوقت هي اللي هتبعت عليها رصيد. بس انت اللي ما بتيجي تسجل في سنتس بيطلب منك رقم محفظة اسطيلر والد في الاول فلازم تحط له المحفظة دي. تمام? الجديد ان انت لازم تخش تعمل حاجة اسمها ده ان انت بتدي الثقة في المحفظة. تمام? اه المحفظة زيها زي اي محفظة زي ما ايسر والد. انت عشان تسحب منها او تاقد او تدي لازم يكون عندك رصيد فيها. واي ايسر والد بترتبط بالايه? بالاسيريوم. استيلر بترتبط مع عملة الاكس ال ام. ممكن انت بتكوين برضو وتحولوا انت لاي حاجة تانية. مش قصة. تمام? فانت لازم يكون فيها على الاقل عشر قطع من عملة الاكس ال ام. العشر قطع دولت بيش ساووا تقريبا سبعين سنة. احنا هم تكلمش في مبلغ كبير. بتعمل هنا تجي على دوبازت. بتعمل اداع ليهم من هنا. تمام? من اكس ال ام دوس عليها وديك ايه رقم اداع بتاعها. وتحط ايه اداع العملة. بنرجع تاني البلانس. بقى انت معاك رصيد هنا من الاكس ال ام. عشان بيتخذ منه فيه. وبيتخذ حاجة بسيطة. اقل من واحد اقل من واحد الاكس ال ام. بس انا حط عشر يعني عشان ينفعوك بعد كده. همها بسبعين سنة مش كتير. تمام? المهم هنجي عم بقى الحركة اللي هي الموقع نفس هو اللي متكلم عليها عشان تسحب العملة. هتيجي هنا. في فيديو حاطينه في صفحة السحب. في هنا صفحة. تنزل تحت. عشان ارسل ترك تسحبه. هو شرح الكلام ده بالانجليزي. فانا هوضحه للنسب العربي. هتيجي هنا كلمة. هتيجي تكتب اسم العملة. اسمها ايه سنتوس. ناخد اسمها بس كده. فين فين? تمام? قدت اسم العملة من موقع سانتوس اللي هي نفس الصفحة رأي سيبها هتالموقع. دايس هنا كلمة ايه? ادوس على كلمة اول واحدة سانتوس واعلم عليها وادوس له. خلصت اول واحدة هتلاقي اظهرت معك نوعه. دايس تاني تراستلاين تاني واحدة في تالت واحدة. اوكي? كده انا عمل تراستلاين للتلات ايه? حاجات دولار. لما تيجي العملة تتسحب هيعرفوا ان انا عامل تراستلاين ليهم. فالعملة هتتسحب معها عادي. هلاقي رصيد بتاعي ظهر هنا في المكان ده. تمام رصيد لو اينا مزكور بالدولار هيبه اظهر معي هنا اهو. قدر احوله وابعته ما فيش اي مشكلة. ده كده المعلومة. الراسيد بازن الله قريب هيتدعيه نقدر نسحبه. نخش بقية كده اللي بعده. ده انا ذكرت قولكم باكد عليه تاني. اسم العملة اللي مش عارفها او اعوز المحفظة بتاعتها دي النقطة اللي انا كنت واقع فيها. العملة دي اسمها دي اللي هتسحب عليها. اوضح بس الناس نيجيب كده الدنيا من اولها. تمام دي الصفحة الرئيسية بتاعت اللي انا شرحناه. اه فكرة الموقع هي خاص بعملة اسمها اخسار بتاعها. العملة اسمها بيتكوين بي اه سي في. العملة موجودة في كوين ماركت كاب وتمامها امتين وتمانين دولار. تمام? اه انت هتحاول تجمع منها لعدة ما تقدر بتسجل في الموقع وبعد تسجيل بتديك مئة الف ساتوشي منها مجانة. وبتقدر تسحبها في اي وقت ما فيش اي مشكلة. اه انت بعد ما تسجل هتيجي عشان تسحب عملتك او تسود رصيدك ايا كان تيجينا على حاجة اسمها ده رابط الاحالة بتاعك وبيديك برضو خمسين تقريبا عشرين الف ساتوشي على كل احالة. بتقدر تسحب رصيدك بارك دوس على كلمة واللي ويزدرو بتاعك بتعمله من هنا وهو. ولا دا ستوزدرو ناو هيسحب رصيد ويحاولوا لك ما فيش اي مشكلة اوه. تمام حاولوا تركزوا عليه وتراهبوا لحالة والحالة في ممكن تشغل على فكرة حالة واهمية حتى. عشان هو مش طالب تفعيل وصيق او اي حاجة في الارسال. نيجي بعد كده. لا ده انا قد شرحته قبل كده. نقدر ناخد خبر عنه. المساوط العملة كانت توصل لنا النهاردة. لما كلمت انا الادمن بتاع العملة او المنصة. قال لي ان هم بيراجعوا بس الحسابات اللي هي كانت آآ اسكام وهكذا عشان في ناس كان عاملها احالات عشان كان عبارة عن بتسجل في المنصة وكان مرتبط بالمنصة. ففي ناس كتير كانت عامل احالات واهمية فهم بيراجعوا لحالات واهمية والوها هكذا. نخش بقى انا لقيت ده. ده مهم ااول. مبدأ اينا هو بتلاتين دولار. دي اول حاجة فيه. آآ مرتبط بمنصة آآ المصة بس تفتح معنا. بتسجل في المنصة هو مش طالب منك تفاعل وصيق ولا اي حاجة. تمام? بعد ما هتسجل في المنصة آآ في معلومة بس كده. عاوزين. نخش بس تسجيل دخول تاني. اريد زي ما قلت لكم في خبر بس معي عبل ما نخش على بتاعنا. مبدأيا كان في احنا سجلنا في قبل كده كان خاص بعملة اسمها كينو. الرصيد موجود وصل. بدار تبيعه دلوقتي هتخش على بساعتها بيعملوا حوالي دلوقتي حالة مية الف ساتوشي من الاستفاد منهم ممكن تبيع ممكن تستنى شوية العملة سعرها بإذن الله يعني هاللوقتي تحطها شوية. لما تعلق شوية كمان تدار تبيعها ما فيش اي مشكلة وبتم تداول على كذا عملة. يعني عاوز بحل شغال 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 نخش بعد اللي معنا وده مرتابط بالمنصة هتسجل كده كده في المنصة وبعد كده بنفسه اسمه جي بي ال. واسم العملة نفسه معها جي بي ال تو. العدود يبتدي معنا بالشكل ده معنا سيبك من المهمة تتديش بها مهنة هتدي بيها مندوسها تدوس كلمة. طيب ما دوس هتلاقي هنا في الداش بورد تظهر معك بس انا عاوزها تظهر معنا. اهي. تمام? هتدوسها الداش بورد. اهي المهمة ايه? دي الداش بورد رئيسي. دوس على المهام واحدة واحدة من هنا. اول حاجة الايميل وتحط الايميل بتاعك. تمام? زي ما ابتديت من هنا. اول حاجة هتطي الايميل اهو. بعد كده انضمام لجروب تجريم وتحط. بعد كده المهمة اللي هي بتاعة وتحط لليوزر. بعد كده وخد بالك ركز معي هنا اهو. ده هيزهر لك ده بالنسبة لريتويت تاية اللي هي المهمة دي. هيقول لك ده هتخش عليه. هتعمل له اه لايك وريتويت وريتويت هيكون مع كومنت وهتحط الهاشتاج دولت ثلاثة هاشتاج دولت. اوكي? وبقى هتحط الانك بتاعتك. بعد كده هتدوس كلمة وتحط المحفاظة. المحفاظة هنجيبها منين من المنصة. هنقود اسم العملة كده. العملة موجودة على المنصة بتتباع في ده. والناس الشغلية عليها حاليات على عد ما تقدر. هنجي كتب اسم العملة بتاعتني هنا في السرج. تمام زهرت معنا. نعمل العملة ايه? مش توقين. تأتي انتم لاحظين. ده عنوان عملة كوين. هتنسق عنوانك. ترجع تاني. هتحط العنوان. بعد كده خلاص معك بالانس بتابع الرصيد ورابط الاحلة بتاعك. هتديك على كل احالة خمسين قطعة. وانت بتاخد من امتين وخمسين قطعة بيساوت بازن الله تلاتين دولار. الدروب مهم جدا والعملة موجودة في النصة محترمة. نخش بقى كده على الدروب اللي بعده. نعمش ده. تمام العملة دي اسمها تمام هنقض منها بمعادل عشر دلار وتقدر تجيب من الاحالات بيه? لا ما فياش احالات. ده المنصة دي ما فياش احالات فانا نشرح من وضعها. مبدعيا هتلينا سيب لك اول حاجة للمنصة دي اسمها هتريد تمام? المنصة بتاعتني هنزجل فيها وبعد التسجيل هتنسيب لك اللينك بتاع ده. نفتح بس اللي في بعين مضطرين. عشان بيعلى عندي. هتلاقي البصد على وتنزل تحت تسيبك من كلام اللي فوق. هننفذ المهام كالتالي. اول حاجة هننضم آآ العنامي هنا فلو على تويتر وهنا فلو على تويتر. وهنا هنسجل في المنصة اللي انا بها سيب لك اللينك بتاعها. هنيجي بقى هنا من نسبة البوست ده على تويتر. هنعمل في ايه? هنعمل لايك وريت ويت ويت هيكون مع خمسة تاج من الاصدقاء. وهننسخ الاشتاج من اول هنا لغاية الاخر. ننسخ الاشتاج ده نحط في بتاعنا. بعد كده. فنضم اول وتاني. معك الفورم بتاعنا اللي ناسي يبهو لك. رملة في بايتنا كالتالي. اول حاجة بتاعنا على المنصة. بعد كده صح 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 صح. بعد كده الرصيد هيجي لك على المنصة. يقش على اللي بعده هقفل بس ايه? في الفي بي ان. هتلاقينا سعيب لكم مطرح البوست ده هتلاقينا سعيب لكم بوست على الفيس. في الصورة ايه? ومعها الكلام اللي فوق ده يبقى انسخوا برضو من عندي واعمل ببوست. اه المطلوب منكم ونتاخدوا الصورة اللي في البوست عندي على الفيس هتنزلوها عندكم على الجهاز وبعكاة تعملوا انتم بها بوست بنفس الكلام. بس هتأذنكم البوست هتعمل لي عليه لايك وشير. يعني ده حاجة استئزن مني لكم. عشان الرصيد بتاعنا مرتبط بالجزئية دي. انت لما هتعمل البوست كل ما يزيد عليه اللايكات مع الكومنتات ان شاء الله كلمة مسلا سينكس اي اي جملة اكتبها انت كده من عندك. تمام? حطها في البوست اللي انا هسيبه. ليه? عشان البوست ده بناء عليها هتقد عدد العملات اللي انت ايه? هتوصلك. يعني بص للتفاصيل وهنفهم. هتلاقينا يسيب لكم الفورم ده. في الدنيا بتاعتنا. يعني مع البوست على الفيس اللي في الصورة. هنلاقي هنا تفاصيل الفورم او الفورم لأسباب بتاعنا اللي هنوصل لنا عليه الرصيد. مبدئيا كده كده هسيب لك لينك منصة عشان ده هيوصلك عليها الرصيد اللي معها. العملة نفسه. او الحاجة هيب اطلقها منك المين على منصة هتحط له اناس في انت بسجل. هنا هتحط له انا هتحط لشر اللي ان وتعمل ل إيه؟ هتعمل بها متاخد الصورة هتعمل البوست وتحوط وبرضو حاول انت مثلا تخلي العيلة الناس اللي حواليك يقش عملك لايك كومنت على اي عيق على البوست. تمام بتحط اللي اللي يهي البوست هناك. وهنا هتاخد بده نفس البوست. وتحط هنه هدوس كلمة هما يوزع العملة اسمها فش هتدروب لبعده هدروب ده مهم قوي في ستين دولار والعملة فش هدروب من اولو تمام يفتح معنا بالشكل ده بقول لك ان هو يديك عشر قطع عشر قطع سعر القطع الواحدة ستة دولار يعني العشر قطع بستين دولار هتحل الكبارشة اول حاجة بعد ما نحل الكبارشة هنبتدي في المهام اول حاجة طالب منك الايميل بتاعك هتحط له الايميل بعد كده هتنضم ده وتحط اليوزر بعد كده فولو على تويتر من اللينك بتاعه وتحط لينك بروفايل التويتر خاص بيك بعد كده هنا هتعمل له سابقرايب على اليوتيوب وهنيجي هنا نحط لينك بروفايل بتاعنا بتاع اليوتيوب بعد كده رقم محفزة الواي في ده بتطلب محفزة تمام بيديك على كل احيالة نص قطعة يعني نص قطعة عاملة تلاتة دلار نخش على اللي بعده وده برضو العملة موجودة في وعملة مرمونة وبيتم بحها على منصة اسمها ساترين ده اسم المنصة وما كنا نخش هنا على طول دي معلومات ده موقع العملة ده مدونة لي ده ما تسعر في العملة هنا ده بتاعها ده المنصة اللي بتتبيع عليها العملة بس ما لسه ما فيش تداول المهم بتاعتنا بسطة جدا نضم اول وتاني وصابقرايب على اليوتيوب هتيجي هنا تحط له اليوزر اللي انت استعملته في التليجرام بعد كده لينك بروفائل التويتر بعد كده رقم محفظ بتاعتك وبيديك في مقابل كده مية قطعة او كلا اكم قطعة لا اقام مش بكده من تسجيل بيدين اقام مية قطعة بيساوي سبعة وعشرين دولار ونص وبيديك على كل احالة تلاتين قطعة بيساوي تمانية دولار وسبعتاشر سنت نخش على اللي بعده وقبل ما يخش على ده العملة بالفعل بتتم تدولها على المنصة دي اللي اسمها اسمها بس انا في حاجة عاوزة اوضحها للناس المنصة دي لازم عشان تسجل فيها هو بيقولك انت ممكن تستعمل بس بصراحة بيقابلك مشاكل فيه كتير اوي يعني هو مش فيه حتة كده ايه مع الموقع لازم تعمله حركة كده عشان ترى في ايه تشاكله مبدئين لازم تكون شاكل المحافظ اللي هي بيبقى موجودة كاضافة عندك في المتصفح وده انا عندي محافظ كسير فهيقنقني فانت ايه الافضل انت تنزل محفظة عملة اه المحفظة بتاعتهم ويريت ما تستعملهش على ايه الجوجل كورو مستعمله على ايه متصفح تاني عندك بحيس ان هي بها المحفظة الوحدة تمام فانت بتخش عاكمة ويتنزل المحفظة بتاعتهم اسمها كاضاء اضافة يعني بتبقى موجودة مستبتة في المتصفح بتثبتها فيه وبتفتح معك عاملة بالزبط زي بالزبط تمام اول ما هتفتحها هتلاقي معك ايه او عملة اوتوماتيك مع المواقق وتدر تبيع وتشتري بقى ايه براحتك المهم دي صفحة تداول العملة دي ايه اوامر البيع ودي اوامر الشراء وامر البيع هي تمام العملة بتاعها هي خمسة مش عارف سعر القطع كزا المهم يعني سعر بتاعها ايه مناسبين او اوامر البيعس عالية بصراحة يعني سعر كويس مش بطاق نرجع الارضروب نفسه وهو الكمسة مية قطع اللي احنا بناخدهم بيوصلك ضايرك انت مجرد ما بيسجل بيوصلوك خلال اربعة وعشرين ساعة اا بالنسبة للاحالات بتوصلك بعد ما الارضروب هينتهي ووصلك ايه رصيد الاحالات في الميزة اللي في ارضروب ان هو ابسط ما يكون دوس ايام بتحلك كبارش بتختار رقم من هنا نفس الرقم اللي موجود فوق بعد كده في المهم اول وتاني وتقول له ضن بعد كرقم محفظ خلاص كده خلص بيديك على طول خمسمة قطعة بتوعك هون بيزهروا معك والاحالات مش هده لك دلوقتي انا 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 مسلا الف قطعة من الاحالات بس مش اخدهم دلوقتي لما الارضروب يخلص الرصيد فين اهو معانا اهو واصلني وانا وطريتولكو برضو بايه مني ومين وتمانهم حسب نصص واحد وخمسين دولار او اتن وخمسين دولار اللي بعده ده انا سيبه لكو حسب اختاركو زي ما قلت لكم انت هتسجل هتسجل في المنصة وبعد المنصة هتسجل لك البوست ده البوست ده اول صفحة بتاعت المنصة نفسها على التويتر هتختار اللي انت عاوزه او ممكن مش تختار اللي انت عاوزه كل يوم خد لك عملة السلة كده خد لك عملة هكسب منها هقول لك تكسب ازاي المنصة نفسها عاملة على العملات الجيدة انزل عندها فكل العملات نازلة بتقولها بحطين البوستات اللي عاوز اللي هيعمل لنا بفوت هنده رصيد من العملة نمسك مسلا هشرح واحدة وانت اطبق على نفس الفكرة على بقية العملة البوستات اللي موجودة عندك في الصفحة بتاعت العملة نمسك مسلا ايه عملة فين هي كنت لسه واسع علينا شوية البوست بتاعها سانية واحدة اهو هنيجي هنا سيدك ستقول لك دي صفحة التصويت بتاعتك على المنصة هتقش عليها هتصوت المنصة بمديك انت تصوت مرة واحدة في اليوم فانت بعد ما تعمل التصويت هيبه اظهر التصويت بتاعك واخد بوقت ان انت عمدت العملة دي وقت هتاخد وتيجي تروح ده ومبعت لهم اللي انت عمدت للتصويت ورقم محفز بتاعتك عشان يبعت لك الرصيد يزبقى نفس الكلام على بقية ايه البوستات اللي معمولة هنا اهو يبقى انت هتسجل في المنصة وتخش على الصفحة على تويتر شوف يختار عملة عملة كده كل يوم لك مرة حابب ان انت تاخد كل يوم كل اربعة عشرين ساعة عملة عملة وتشغل عليها ماشي مستعجل وحس ان الممكن التصويت هي خلاص بادري خلاص اعمل حسابين مسلا على المنصة واشتغل عليهم او تلاقي تبراحتك نيجي بعد كده نخش على اللي بعد ده سهل او بونس ده سهل انت بتسجل في المنصة بعد ما بيتسجل بتيجي هنا هتخش على الحساب الرئيسي بتاعك على الكون بعد طبعا هكون سجلت وفعلت من الايميل مش مطلوب انت تفعيل وصائق لما ستتسجلت وتفعيل من الايميل تمام سجلت وفعلت من الايميل هتخش على الصفحة دي يبقى اهم حاجة ظهر رقم اللي هو دي بتاعك والايميل بتاعك كده ظهر في الوش هتيجي تاخد للصورة تمام وتيجي هنا ده هلتينيسي يبقى لك ومن تباعة بتاعه هتبعت له صورة ورقم محفظة لا مش رقم محفظة طبعت له فيها رقم اللي هو ايدي بتاعك والايميل مع الصورة اللي فيها ايه ظهر فيها حسابك بس كده نخش على اللي بعده ودي صفحة ايه الموقع على العملة نفسها مبدئيا دي عملة جديدة اسمها اختصار بتاعها تقريبا افتاحها دلوقتي تفضح معنا الصفحة دي صفحة العملة العملة رابط تخلص بيع خلال يومين نلحق نستغل العملة ده برسمة هم انها عبارة عمبو التليجرام يوحي الينا ان الصفحة بازن الله العملة اللي هي محفظة برنامج لها وقاية بيبر كل مطلب او في عملة جديدة موجودة في الموقع وموقع شكله ايه بصراحة ايه عملة بازن الله لها مستعمل المهم هنسجل ما فيش تسجيل في الموقع لا اوه انت بس هنا بوركه لصفحة تأكيدا نخش على نفسه ابارة عمبو التليجرام زي ما قلت نخش على البوت اهو المهم بتاعته كالتالي ابتدي فهم من تحت احسن تمام يعني سيبك من هنا هنتدوسه كلمة على طوله هيطلب منك هتنضمله لأ هنا تويتر اليوزر تويتر ايه بنا نبتدي من هنا 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 انضم اول وتاني هنعمل له هنا فولو على تويتر اول بوست لايك فولو على ميدم انضم لبروب تجرام اضافي آآ صفحة تويتر برضو اللي ازبط بتاعتنا يوزر التويتر اللي احنا استعملناه اللي احنا عملناها آآ لينك بروفايل ميدم رقم محفظة بتاعتنا وبيديك فهم قبل كده الف قطع عشان تلاف قطع عشان تلاف قطع بيساو كام بيساو كان هم السعارين سانية واحدة شفت سعرهم هم بيساو حاجة تقريبا تلاتين دولار او حاجة زي كده مش راضحة انا اصالي تقريبا في الاعلان بقى المهم بيساو حاجة تقريبا تلاتين دولار وعن كل احالة بيديك الف قطعة يعني بنتكلم في تلات دولار او عرض لاخل تلاتة دولار تقريبا تمام ده كده كان اخذ معنا وما فيش جديد بالنسبة ما فيش عمناك ووصلاتنا جديدة من النهاردة تمنا رب يكونوا شرح عاجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته